السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم محمد عصام من قناة عصاميات أخباركم يا عاملين إيه كله تمام إن شاء الله يكون كله تمام أخيرا جعنا تاني بفيديو جديد ومش أي فيديو المرادي ده فيديو من سلسلة أغرب فاكهة في العالم تقريبا كده بقلنا فترة كبيرة جدا ما عملناش فيديو عن الفاكهة هو أخر مرة عملنا كان إمتى لحظة واحدة نشوف كده ده نهرب يد عشر شهور ده كتير قوي ليه فتة دي كلها طبعا نعتذر جدا على تأخير الفيديوهات وخصوصا فيديوهات الفاكهة وطبعا قبل نبدأ الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب عايزين نوصل لتوتيبة ألف مشترك فأسرع وقت ممكن المهم يلا نبدأ فيديو النهاردة هنجرب فيه فاكهة غريبة جدا وفي نفس الوقت غالية جدا الفاكهة دي هي فاكهة السنيك فروت أو فاكهة الصعبان تعال كده أقول لكم شوية معلومات عن الفاكهة دي علشان شكلها الخارجي بيشبه شكل السعبان أكيد يعني مش محتاجة فاكهة والفاكهة دي ليها اسم تاني وهو اسم السلكة أو السلكة تقريبا يعني والاسم ده تسمى ليه؟ الله أعلم والفاكهة دي تزارع فيه أندونيسيا وطايلاند وسنكافورة وماليسيا ماليسيا قصدي ماليزيا وبيقولوا ان الفاكهة دي راحتها شبح ريحة زهور ياسمين وبصراحة كده أنا مش عارف ريحة زهور ياسمين دي عاملة أزاي أساسا وبيقولوا ان طعم الفاكهة دي هو مزيج أو خليط من طعم الموز والأناس والكمسرة وطبعا الكلام ده هنتأكد منه لمندوق الفاكهة ندخل بقى على العناصر الغذائية للفاكهة فاكهة الصعبان بتحتوي على موريتينات والموتاسيوم وحديد وكالسيوم وفيتامين سي وفوسفور وغيره وغيره أما بقى عن فوايد الفاكهة فالفاكهة ليها فوايد كتيرة جدا زي مثلا كده انها بتساعد في تحسين الهض وتحسين صحة العين وبتساعد في خسارة الوزن السائد السائد قصلي الزائد مش عارف اي حياتي مع السين والزين الزين اه قصلي اسمها اين اسمها الحرف الزين صح صح الزين لوحد عايز يعيد قلبي بتدقي تاني وتنظيم مستويات السكر في الدم وطبعا وغيره وغيره كفاية بقى كلام كتير وتعال نشوف الفاكهة دي سعرها عامل كام وتعمها عامل ازاي وشكلها عامل ازاي وكل حاجة يعني عامل ازاي نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم بشكل الفاكهة وده كده شكل الفاكهة طبعا ده الشكل يعني مع التغليف تعال بقى كده نفتحها لكم فتح منين ده لحظة واحدة نجيب السكينة سكنتي الغالية نلقتها بقى ده كده شكل الفاكهة عن قريب شايفين شكلها عامل ازاي؟ فعلا مثلا اللي قال فاكهة الصعبان يعني ملمسها ملمس صعباني مع اني بصراحة عمري في حياتي ملمست تعملها قبل كده لكن اعتقد هيكون ده الملمس ونفس الشكل اللي هيبقى بازبازة كده من قدام ومن ورا يعني كده ملمسها غريب جدا جدا يعني نخلص بقى على الموضوع المهم في الحلقة وهو سعر هذه الفاكهة اللي شبه التعبان دي الغريبة الصراحة ويعني سعر الكيلو يعني غالي جدا جدا يعني انا كنت فصل مع الراجل ان انا اخد حبه صغيرين ان هما كانوا ممكن يبيعوا بالكيلو وامش عايز بكيلو عايز حبة قليلين يعني فجبت الحبه دول حوالي نصت كيلو ولكن يعني مش حالفى انطق السعر الصراحة سعر الفاكهة دي عامل ايه ده؟ سعر الفاكهة دي عامل ستمائة جنيه يعني مش حالف انا مين الشخص الطبيعي اللي ادفع ستمائة جنيه فاكهة ستمائة جنيه فاكهة ليه؟ ليه؟ لا بصراحة يعني جيب عشان الفيديو مش اكتر يعني لو انا فاكيل الطبيعي مش هشتريها خالص خالص يعني او ممكن يعني اشتريها مرة واحدة عشان اجربها يعني ممكن فالمهم دي كده شكل فاكهة الصعبان وطبعا هنعمل زي كل مرة هنجرب ثلاث فاكهات من دول علشان تم عامل فاكهة ممكن تكون عاملة زي البطيخة ممكن تطلع حمرة ممكن تطلع قرعة كل مرة لازم اقول المثال ده يعني ممكن لو عد فيديو فاكهة كده ما بقولش المثال ده ممكن يحصل لي حاجة يعني لازم انبع المثال هنجرب ثلاث وحدات هدي واحدة ونختار دي حاسيسها قطرة شوية ونختار واحدة مقلبازة شوية اوكي نشيل دول نجيب القطعة والسكينة نشوف بقى الفاكهة دي الفتح ازاي هكذا اول نشمل حيتها ما فيهاش ريحة خالصة مش عارب بلعيف فيها ولا لعيف في الفاكهة عادي يقول لك شبه زور الياسمين ياسمين اي بس فعلا خالص مش اي ريحة خالص بس ممكن تكون في ريحة لما نفتحها من جوه تعالنا نشوف كده تأشير سهل جدا بسو تحس فعلا ان سعبان بيقشر جلده عشان يعمل جلد جديد بسو لأ فعلا فعلا سعبان سعبان يعني مش زور شكلها من جوه شبه التوم حبة التوم الكبيرة وفيها كده برضو نقط سودة ما عافش اسود ده بقى يعني هو كده صليحة للاكل ولا لقى مش عادي في الصراحة بس اعتقد ان المفوض تكون كلها بيدة ممش فيش كده نقط سودة يعني شايفين هنا حتة سودة بسو حتة سودة كده احنا قشرناها خالص ده كده شكل قشر من برا ومن جوه تعال بقى نشوف الجوه عاملت ازاي طبعا عبارة عن فتات فصوص تحسوا هم فتات حبات توم كبار خالص بص عاملين ازاي يعني بص عاملين ازاي توم توم يعني بس عكبير شوية تعال بقى ايه يشم واحدة كمان كده او هنا في ريحة بقى بس ريحة خفيفة مش عارف مش قدر اشبهها بحاجة خالص تعال بقى ندوق كده ولكن قبل ما ندوق طبعا والان حان وقت التزوق نرجع ثاني فكرة السعبان سعر ستمائة جنيه للكيلو وطبعا شكلها من جوه شبه التومية تعال كنا بتاعها من النص في حاجة جوه الخشنة ايه ده سريني واحدة كده تقريبا جوه في بزرة بصوا بزرة جوه فص من فصوص السنيك فروت تعال بقى ايه نقولش باسم الله والدوق حتة منها وربنا نسطر انا مش بتفاقد خالص من شكلها احسن تكون سمة ولا حاجة مش فاكرة التعبان بس ما اعطيتش سمة عاد طبحة اسمه جاب لي سيرة السمة خالص وقال لو اصلا مش هتباع يعني ايه الزكاة ده مهم وادا بقى ندوق ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله طعمها غريب شبه السيبرتو حاجة كده او مستيبرتو او شبه حاجة تستخدم في الدهان او بتاعك ده حاجة كده تشبهن بالريحة طعمها غريب او ايه ده هنالة طبعا مدوقت شاكيت السيبرتو قبل كده او الديهان بس يعني متحيسه كده ريحة يعني في من الريحة طبعا كده ندوق فاص تاني مش حاسسها بايزة انا اعتقد طبعا كده نشوف اا طعم تاني او اا فاكة تانية ناخد واحدة كمان ايه ونفتحها برضه مش عارف ليه بس انا محب تأشيرها يعني تأشيرها مسلي قوي مش عارف ليه بس لذيز كده يعني بالمسها وتأشيرها مختلف تماما عن اي فاكة تاني يعني تحس ان القش ده كريزبي كده قش كريزبي ويتأشير بسهولة جدا هو القش ده بيتاكل ولا ايه انا بعمل ده طبعا دي شاكت الفاكة تاني من جوه برضه تلات فصوص طبعا ناخد فاص بدوقه بسم الله نفس الطعم ده ورنيش ده ولا ايه مع ان لحته مش من ده خالص على ريحة الورنيش ولا ايه مرشوشة ولا ايه مش عارف انا تعالى كده نشوف اخر واحدة بقام الهيه مقلبزة دي نقشرها برضه محلى فكرة فكرة التأشير 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 ايه بتعور بس خلي بالكم انتوا تأشروها ممكن تتعوروا يعني فيه كده تشويكة كده ده الحواف تاعة الاشتراني بصوا الحواف دي او الحتت دي بتعور تعالى نضوق بسم الله ايه ده انا مركزة قوي ايه ده خاص الموضوع ان الفاكهة دي ملهاش عليك خالص بالموز ولا الاناس ولا الكمسرة وطعمها مشابه لطعم حاجة بتتراش او حاجة بتستخدم في الديان مش عارف بقى بتعالى شوف كده الحبة زويرة دي يعني دي خاصة طعمها وبصراحة منصحش حد يشتريها او اه لها فوائد قويسة لكن طعمها سايق ولو اشتريت هتكون من ضعي عفوسك على الارض انا حالين دوقتي ندمان جدا جدا عفوس الله واحد دي اخسرت فلوسك وبالنسبة لي احسن حاجة في فاكهة دي هو تأشرها انا بستلز وانا بقشرها لكن اكلها لا احبزوا تماما بالنسبة بقى لتقييمي للفاكهة دي فتقييمي هياخد يعني تلاتة من العشرة ومس كده دي كانت حلقة النهاردة حلقة فاكهة بعد غياب عشر شهور كاملين فاكتبت تحت في الكمنتات لو عايزيني استمر في سلسلة اغرب فاكهة في العالم وعايزكم برضو تقترحوا لي تحت في الكمنتات انواع فاكهة غريبة وعجيبة عشان اجربها عشان نشوف ايه الفاكهة الحلوة والجميلة اللي تستحق الشراء تقريبا كده بنساعد بقى للسلسلة وملالاقيتش فاكهة تقارن او تضغي الفاكهة اللي احنا بنكونها عاطوني يعني هي الفاكهة بتاعة الموز بقى والبطيخ والبرتقون اللي حكيت ايها من حبها دي مفيش فاكهة طعمها يبقى احسن من فاكهة دي ولكن معرفش هل ممكن بسبب ان فاكهة دي اصلا طعمها كده ولا بسبب ان فاكهة دي بتجي من برة بقى وتاخد وقت بقى في الاستيراد بقى والتصدير فمش عارف الصراحة ولكن ان شاء الله لو تكتب لنا عمر ممكن نسافر برة مصر ونتدوق بقى الفاكهة الماليزية او الفاكهة بقى بتاعة الشرق اسيا وجنوب الشرق اسيا نفس الوطن الاصلي ونشوف الطعم هل هو هو نفس الطعم يبنجربه هنا ولا لأ ان شاء الله يعني كده ممكن في المصابة نسافر ونشوف يعني انتظر يعني حاجات قوية جدا جدا طبعا بقى قبل منهي فيديو النهاردة ما تنساش تتبعني على الانستجرام ما عايزين نوصل لمئة الفاكهة على الانستجرام وبس كده كان معكم محمد عصوام من قناة عصوام يا تنساش اششير اللايك السلام